توجد قضية اسمها يحيى شريف بولم شارف بكل صراحة وبكل شفافية حتى نوضح أولاً لجمهور رائد القبة وللرأي العام وحسب ما ورد أنه يحيى شريف بعت برسالة للإدارة قال فيها في حالة ما تم جلب المدرب بولم شارف لا تنتظر مني العودة هو غائب حوالي تلت حصص عن الفريق جمع رائد القبة تحب هذا اللاعب والجميع يعلم إمكانياته وجميع يشهد على حب وتفاني حيى شريف لألون رائد القبة كان قادر يروح ويمضي حتى في قسم الأول هذا الموسم لكنه فضل مواصلة المشوار قال لي في آخر تصريح له قال لي أفضل البقاء والصعود ورفقة رائد القبة وبعد ذلك أفكر في الاعتزال أفضل لك كل حرية الحاجة الأولانية حاليا يحيشري فموصاب ويعالج صح أراه غائب على التدريبات ولكن إحنا باش من من كذبوش عن الناس كاين كما قلو سوء تفهم سوء تفهم الصراف الماضي بين المدرب شارف وعليلو في مولادي الجزائر ماضي صح اليوم أردنا في 2024 والحادي ذا صبت في 2014 عشر سنة عند عشر سنين وأنا يعني بشهادة تعي رئيس الفريق السيجا سليم السانيكي تكلم مع شارف أول شيء سألوا عليه قالوا إلا عندك مشكل ما يحيشري شارف قالوا ما عندي مشكل ما حتى واحد وما عنديش مشكل ما يحيشري تكسطو أوكي تم استخدام بوعلام شارف لرأي القبرة عليلو تسألو إيسوب صونيكي يفيه نا كن شاك بل كي مشكل شوف لحقوه أصدع أحا كي عليش اسأل قالوا إلا عندك مشكل عليلو قيمتها بيتها في الفريق عليلو أنا مقدر نقول لك بلي من أساطير رائد القبرة بارك الله فيك هالكلمة براهم بارك الله فيك شوف أنا أنا عليلو كي خويا لعبت معها في الجياسكا سبحان الله لعبت معها في الجياسكا وأبري ما أصرر له المشكل في مولدي الجزائر أنا أديتول شبيبت بجاية من تم عاود صورة عاود در عاود دمارة لكاريتها عاود شبيبت بجاية راح شبب بالوزداد فاز بالكأس وهو سجل الهدف وهو سجل الهدف ورح الصورة والا سمع عليلو أنا لعب معايا وديته كامالهجار وربح عليك أخويا أنا أحكي لك أخويا صغير شوف عليلو يحب القبة وساكريفي على القبة يفوضي الله في هذا الوقت في هذا الوقت بيش تلقى لعب كميحية شريف يضحي من أجل ألوال الشريق على سبيل الأموال ولغر قليل كما كانوش الأموال الفريق لقاه كما كانش قرعه ما في الفريق صاحة اليوم أنا قلت لك نعتبره أسطورة في القبة من بين أصلاح هو أنا بل معصاد عميروش طالبي قاسي السعيد قاسي السعيد وبالك اللي نسيتهم عميروش بالعراج عميروش هذا ما إزو ماركي الإسطورة في القبة عليلو نفس الشي شوف رئيس الفريق ما هو معاول يسمح فيه عليلو يحيشرف أنا كمناجر في الفريق ما نقدرش نسمح في عليلو يحيشرف كلاعب كإكزامبل كشخص كقائد فريق عنده تشكيله أنا غيلا كنت مهبول ما نتجل الفريق نقول لهم ناو ما نسحقوش عليلو ديروا جلسة سلحة خلاصة هذي أبدا بابا معلش هذي أبدا الحاجة اللي ناصرها أنه إدارة القبة عميروه أولا كان تحب تخرج عليلو ملا بتيت بورت وهذي من المستحيلات رئيس الفريق قلت لك تكلم وقال البارح تاني كي تكلمنا كنت تلاقينا بصالة عصات نفس الشي هذر بصالة عصات قال باللي عليلو نحبوه وليدنا إلادوني للقبة اسمه هذر فيه غير الخير اليوم يعني تشوف باللي بالك كين نحن نقول لان تريت عليه أرسيكا كي بريم المصلحة العليا المصلحة العليا كين اليوم رئيس القبة عليلو ابن الفارق المدرب شارف جاء خدام في الفارق اليوم عليلو خدام في الفارق المدرب شارف خدام أنا خدام اليوم كين مصلحة رئيس القبة أنا نتمنى إن شاء الله كيف ما قال لك يضوب هذا الجاليد ليس جاليد 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 لا هذا شيء قديم وفي الفوتبول نحن على بلنا باللي تخدم معه هذا اليوم يمكنك تخدم معه في بلاسة أخرى نحن نقول لك الفوتبول يبدأ اليوم ماذا بنا إن شاء الله هذا السوق تفهم هذا كما يقولوا يترقل بين الشخصين مغير شارف قالوا له هل كان لديك مالي له قالهم نان للأمانة لكي تفهم ماذا بنا فهي تطلب رقم اللاعب من أجل التواصل معه ويطلب رقم اللاعب لكي يتكلموا هاتفيا لكنني قلت لك خطوهم لي لا لا شوف عصاد نظن يقدر عصاد يفريح 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 نحن لا نسمحوش نحن لا نسمحوش فيها يا شريف جميل جدا لكي تفهم الإدارة والشعب رائد القبة وأنا تلقي تعداد الاتصالات وكما يقولوا يحب القبة والشعب تلك القبة يحب على القبة ونتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله الموسيقى لهذا يتحل في الـ 24 ساعة أو الـ 48 ساعة إن شاء الله يغلق نهاية بإذن الله كلنا ندير المجهود التعنا بش بس كنا نقولوا لا يقرب القلوب هكذا يقولوا لا لا يقرب الرحمة بالغلب والا زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر